موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إن الله يريد أن يقول للناس كافة أن عليهم أن ينفتحوا على آيات الله وعلى هدى الله الذي يبين لهم الحق من الباطل في أمور العقيدة وفي أمور الشريعة وفي أمور الحياة وكل من فتح الإنسان على ربه أكثر وكل ما وعى مقام ربه أكثر وكل ما تأمل في آيات الله أكثر كل ما ثبته الله أكثر لأن لأن القول الثابت وهو القول الحق كل ما ازداد رسوخا في النفس وكل ما كرره الإنسان في عقله ووعيه كل ما ثبت الإنسان أكثر ولذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كل ما الله كل ما تليت آيات الله على الإنسان وكل ما تأمل الإنسان بها كل ما ازداد إيمانا وهكذا كل ما عاش الإنسان ذكر الله والوعي لآيات الله أكثر كل ما ثبته الله أكثر فالله يعينك على الحق عندما يرى إقبال نفسك على الحق والله يثبتك في إيمانك عندما يرى رغبتك في الانفتاح على الإيمان في ذلك ولذلك فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت وهو قول الحق الذي آمنوا به في الحياة الدنيا فتتحرك حياتهم على أساس الثبات في موقف الحق وفي الآخرة حيث يرون نتائج القول الحق هناك فيحصلون على رضوان الله وعلى جنته يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين يضلهم لا أنه هو يعني يعني يجبرهم على الضلال لأن الناس الذين يظلمون أنفسهم فيبتعدون عن الله وينسون الله فإذا نسي الإنسان ربه نسي نفسه ونسي الخط المستقيم الذي لا بد له أن يسير فيه فإذا أخذ بأسباب الضلال وترك أسباب الهدى فإن الله يتركه لضلاله ويتركه لضياعه ولا يتدخل إذا اخترت الضلال فإن الله يتركك لنفسك وإذا تركك الله لنفسك ضعت وإذا اخترت الهدى فإن الله يثبتك على الهدى ويفتح لك طريقه ويهديك سبله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويفعل الله ما يشاء فالله يتصرف في خلقه بحسب مشيئته وإرادته فليس هناك من خلقه ما يمكن له أن يبتعد بالله عن ما يريد ولكن الله يتصرف في خلقه بما يريد تقول في الدعاء يَا مَنْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٍ فَاللَّهُ يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُبْكِنُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَيْكَ بِالسَّوْءٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ سُمْحَهُ وَلَكِنَّكَ عَلَّهُ إِذَا أَنْ يَضَعَ إِنْسَانًا وَيُسْقِطَهُ فَوَلَوْ وَقَفَ الْنَّاسُ كُلُّهُمْ لِيَرْفَعُوهُ لَمَ اسْتَطَاعُوا ولو أن الله إذا أراد أن يرفع إنسانا وأراد الناس أن يسقطوه فلن يستطيعوا ذلك لأن الله هو الذي يضع وهو الذي يرفع وهو الذي يعطي الملك وهو الذي ينزع الملك بيده الخير وهو على كل شيء قدير ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الله أنعم عليكم جميعا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله ومن حق الله عليكم في نعمه أن تشكروه ومعنى أن تشكروه هو أن تعبدوه وأن تطيعوه وأن تمتثلوا أوامره ونواهيه أما إذا ابتعدتم عن خط الإيمان وابتعدتم عن خط العبادة وابتعدتم عن خط الطاعة فإن ذلك يمثل الجحود بنعمة الله ويمثل الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى ولا سيما إذا كنت من الناس الضالين المظلين إذا كان دورك في الحياة أن تضلل الناس عن الحق وأن تصدهم عن الحق وأن تعبث وتلف وتدور لتربك حياة المجتمع وتربك الواقع الإسلامي بحيث تهيئ لقومك دار الهلاك وسبيل التفتت وسبيل الضياع كما يفعل الكثيرون من الناس الذين لا شغل لهم إلا بإرباك الواقع الإسلامي بالهوامش الجزئية والأرض تهتز من تحت أقدامنا والعواصف تأتي من كل زمان وهم يتحركون في الظلام ليثيروا جزئية هنا وجزئية هناك ليشغلوا الناس عن قضاياهم الحيوية الكبيرة وليشغلوا الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن هداه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فجحدوا الله في توحيده وخانوا الله في رسالته وابتعدوا عن الله في مواقع طاعته وأحلوا قومهم دار البوار دار الهلاك أتعرف ما هو جزاؤهم عند الله جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار يحترقون فيها وبئس الأرض أرض جهنم وبئس القرار قرار جهنم وجعلوا لله أندادا اتبعوا الناس ممن يسميهم الناس زعماء وممن يسميهم الناس رؤساء وممن يسميهم الناس أغنياء وممن يسميهم الناس أغنياء هؤلاء الذين جعلوهم أندادا لله بمعنى أنهم يطيعونهم ويعصون الله بمعنى أنهم يعبدونهم ويتلكون عبادة الله ينصرونهم ويتركون نصرة الله في رسالته ونصرة الله في أوليائه وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ليبعدوا الناس عن طريق الله قل يا محمد لهؤلاء الناس الضالين المظلين الكاذبين المكذبين قل لهؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا تمتعوا إن هي إلا أيام إن هي إلا متاع أيام قلائل الناس من حولكم والمال بين أيديكم والجاه يرفرف فوق رؤوسكم ولكن إلى أين قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار هذا الخطاب لهؤلاء الضالين المظلين ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بكل حنان ليتحدث للصالحين من عباده في نصح وتوجيه وتبشير قل لعبادي الذين آمنوا أن يعرفوا الإيمان في حقيقته وأن يعرفوا الإيمان في مسؤوليته فلا يكفي أن تقول آمنت بل لابد لك أن تختبر إيمانك بالبلاء تارة وبالتحديات أخرى لأن المؤمن سوف يحجم عليه الضالون المظلون سوف يواجهونه بكل ألوان التشويه والتهويل والتهويش سوف يطبقون عليه بكل أساليبهم ووشائلهم فما يكون موقفك عليك أن تثبت أمام البلاء حتى يبين الصادق في إيمانه من الكاذب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فذلك لابد للإيمان من دليل لابد أن تصدق أن عملك إيمانك بحيث أن يتمثل إيمانك في عملك قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة فإن الصلاة علامة على إيمان المؤمن لأن الصلاة علامة على إخلاص المؤمن لربه لأن الصلاة علامة على إحساس المؤمن بعبوديته لربه لأن الصلاة هي العمود للدين التي إذا قبلت قبل ما سواها وإذا ردت رد ما سواها وإلى ذلك فكيف يكون مؤمنا من لا يصلي كيف يكون مسلما من لا يصلي إن علامة إسلامك أن تعيش عبوديتك لربك وأن تعيش إخلاصك لربك من يرفض أن يقف في الصلاة لربه من يرفض أن يركع لربه من يرفض أن يسجد أمام ربه كيف يكون مسلما وكيف يكون مؤمنا هل الإيمان كلمة الإيمان ليس كلمة الإيمان إقرار بالجنان قناعة بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان بأعضائك فالإيمان هو قلب ولسان وعمل قال لك إيه فلان والله آدمي بس ما بيصلي كيف يكون آدمي وما بيصلي الآدمي اللي يشكر الجميل الآدمي اللي بيعترف بنعمة ربه كيف يكون آدمي إلا تقول لو فرضنا واحد تعطيه كل ما تعطيه دعم تخدمه وتصرف عليه وتمثق عليه ومش مستعد أنه كل شيء بتحبه هو بيبغضه وكل شيء بتبغضه وبيحبه الناس اللي بتحبهم هو ضدهم والناس اللي بتبغضهم هو معهم وما بيترك أمر إلك إلا وبيعصي وما بيتركناه إلا بيعصيك ومع ذلك هذا آدمي بيصير كيف آدمي؟ اللي ما بيصلي مش آدمي اللي ما بيصلي ما بيعيش الإنسانية لأن الإنسان هو الذي ينفتح على من أنعم عليه في هذا المقام هذا المسألة الإنسان العبودية الطاعة من لا يعترف بعبوديته لله كيف يكون مسلم ذاك الإمام الكاظم سلام الله عليه مر على ذاك الرجل ورأى اللي كان ليله له وخمر وقمار وكذا مر الإمام الكاظم مشافل هذه الجارية ترمي الزبالة برا ألها لمن هذا الدار وكم سائل عن أمره وهو عالم وقالت لسيدي بشر قال سيدك حر أو عبد كان ذاك الوقت في أحرار وفي عبيد قالت كيف سيدي حر قال صدقتي لو كان عبدا لخاف من مولاه أمام الله حر اللهم صلي على محمد سيد حر بعض الناس يقول لك صلي أنا حر صوم لا أنا حر لا تشرب خمر أنا حر لكن إذا كانت جاءت شهوته يخضع لها إذا جاء واحد عنده شوية مصاري أمرك سيدي عبدك فلان ما بتقولوها بعض الوقات قالها صدقتي لو كان حرا فعبدا لخاف من مولاه حر أمام الله لكن عبد لعبد من عبيد الله سبحانه وتعالى هذا الحرية هي أن تكون الله أرادك أن تكون عبدا له وحرا أمام العالم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كيف تعبده أنت مثلك مثلي شو الميزك هذا لهذا الإنسان أيها الأحبة يحتاج أن يعيش يعيش إيمانه في وعيه لربه وأما من خاف مقام ربه بحيث تجسد في نفسك عظمة الله سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بس تخاف مقام الله وتتمثل عظمة الله في نفسك فتخشع ويصغر ما دون الله في عينك كما قال أمير ابنين سلام الله عليه في حديثه عن المتقين عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في عينه هذا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة بعد ما يكونوا بخلاء لا يعتبروا المال الذي في أيديهم ملكا لهم بل الله جعله أمانة بأيديهم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنت وكيل على المال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الله أعطاك المال وقال لك أعطيها المال للآخرين قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم هلأ أبيدك مصاري تقدر تصدق تقدر تعين إنسان تقدر تروح للحاج تقدر تدفع خمسك زكاتك المال بين يديك لكن إذا وصلت عنيك لا في تجارة حتى تحصل المال من تجارتك وما في صداقة لأنه تتقطع الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو صداقات كلها تتقطع الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صداقة التقوى هذه التقوى الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات لما يتحدث اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأشباب يعني هولي الزلم والزعمة ما في جماعة هولي الزلم فلان ما كنت بأيام الانتخابات كل واحد راعي له غنمه هولي غنم فلان هولي غنم فلان مش هيك غنم كانت نتآتل على حسابهم ونتحاقد الله يقول إنما المؤمنون اخوة ما بيقول مؤمنون اخوة احنا نقول لا اللي مع النائب الفلاني عدوي يا جماعة انت عم تلتقي انت ويا بلا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله عم تلتقي ويا بهالشكل لا هولي خليهم على جنب المهم خليهم من جماعتنا ونكون من جماعتنا مش هيك او لا هولي الناس اللي عم تمشوا وراهم وتحوربوا قلهم وتتحاقدوا وتتنازعوا على حسابهم إذ تبرأ الذين رح يتبرأوا منكم وقلت لا لاتحملونا مسائل كل ادكم ما خصنا انتو ناس مش ملاح انتو اتبعتونا احنا ما قلنا لكم اعطيتني صوت اعطيتك مصريات بعشرة ليش انت شو بدك تطلب مني الان إذ تبرأ هذه الله يحكينا اياها عن يوم القيامة حتى نعرف قيامتنا غدا من خلال واقعنا اليوم كل واحد يصنع قيامته بنفسه كل واحد يحمل شياته على ظهره إذ تبرأ الذين اتبعوا تبعوا يعني هولي الزعمة والمرشحين والاغنياء إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب راحت كل الحلاقة اجوا الجماعة هولي المستضعفين الزلم أو على قولة بعضهم الزلم اجوا هالناس هذا هذا وقال الذين اتبعوا اخ لو الله يرجعنا في يومين وتجي جولة انتخابية أو تجي مهرجانات حزبية أو تجي اخ لو الله يرجعنا ما بتقولوها بعض الأوقات وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة الله يرجعنا فنتبرأ منهم ولا نعطيهم صوت أبدا ولا نحورب لهم ولا نآتر من أجلهم ولا نحضر مهرجاناتهم لكن وين انتهناك بيوم القيامة عمل هلا قبل أن توقف ذاك الموقف ادرس موقفك هلا ادرس حسابك حساباتك هلا ضبطها مليح حتى لما توصل تكون حساباتك ضبطة تماما هذا ولا بدك مضبط حساباتك لا 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 أبدا ما لك شغل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه كل أعمالك كل شغلك كل حوربتك كل نزاعاتك رح تجرها حسرة ورا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين هيك ذاك الوقت كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار شو رأيكم هيك مصير يعجبكم إذا ما بيعجبكم رتب شغلاتكم اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه حتى يحصلوا على ما يريدون ولا خلال حتى الصداقات تجي كل واحد يرجع على صديق صديق الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل هذا الرب الذي يعبد من هولي من هولي عنده شوية مصريات من اللي أعطى المال عنده قوة من اللي أعطى القوة من ايش صار قوي هو واحد مثلك مثله هو ابن فلان وانت ابن فلان من ضيعتك هو يمكنك وما في فلق بينه بينك لكن انت أعطيت قوة وانا قوة وذاك هذا هو عم يضرب بسيفنا عم يمشي بقوتنا عم يظلمنا بقوتنا لأن لما انت تبطي واحد اجوا الناس أعطوه عشرين ألف صوت ثلاثين ألف صوت معنا ثلاثين قوة عطوا هو مش قوي هو ضعيف لكن احنا اطلنا الفيتامينات وصار يضربنا بيها هذا مثل ما ذاك الشاعر شو يقول أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القواف يضرب شعر فلما قال قافية هجاني ما فيه بعض الناس بتعلمه وبتربيه وبتقويه ويكون أول عمل يعمله هو أن يحارب من رباه الإمام علي يقول لا تجعل ذرب لسانك على من أنطقك الشخص اللي علم كيف تحكي وعلم كيف تفكر وعلم كيف تنطلق لا تجعل ذرب لسانك على من أنطقك لذلك نعرف الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك سفن لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه ما سألتموه بلسانكم وما سألتموه بلسان حاجاتكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ظلم نفسه وكفر بنعمة ربه لذلك فكروا بنعم الله عليكم فكروا بعظمة الله في خلقه فكروا أن الله هو الذي يبقى لكم ويفنى كل الناس الله هو الذي يملك أمركم ولا يملك أمركم أحدا لذلك إذا أردتم قوة فتقووا بالله وإذا أردتم أملا فليكن أملكم بالله المال والبنون سينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والحمد الله اشتركوا في القناة